وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأخر الكريمة كتقول أنها بغت صوم واستيقظت قبيل أدان الفجر يالله يا كتهي نفسها باش تحر هزات شي تميرات يالله بدت تتاكل ولا بغت تاكل وكي يودن عليها الأدان الفجر واش تكمل هذا كل نهار ولا ما تكملوش نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده أدان المؤد وفي يدي أحدكم منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكنت هذه مرة على شحال مثلا الإنسان مهي أرصب الشيء يتحر يضه بدأ والله غير بدأ وكي يدلع ليها الأدان وهذا الشيء لدات هذا الأخت هذا نعم لأنها خفت كلت غير كلتة التميرات وشميد الماء نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل سحور المؤمن التمر أفضل سحور المؤمن التمر والمؤمن إن لم يجد إلا التمر فليتصحر به فإن فيه بركة فإن لم يجد حتى التمر يحسو حسوات من ماء وينوي فيه الصحور يعني الصحور كذلك إلا كان بهذه الطريقة ما كانت تم مشكلة أولا صورة ثانية بدأ الإنسان كي يأكل قبيل أدان الفجر بدأ كيأكل يالله بدأ واحد شوي وكيودن عليه لأدان أشنو خصو يدير يسر بيخفف يسر بيخفف يكمل أما ذاك الشيء اللي كي يعتقدو الناس بأن الإنسان إلا كيتصحر في رمضان وكيودن عليه لأدان الفجر خصوة ذاك الشيء اللي يفضو ويلوحو وما يكملش هذا غالط هذا من البدع عده العلماء من البدع إلى الإنسان اللي قاها الفجر يعني كيتصحر يخفف يسر بيخفف يسر بيخفف ما يبقى لأشر رجليه وبدأ كيأكل الأخير لا يكمل ويخفف ولكن الأصل لخصوة التدار أن الإنسان اللي قاها الأدان ديال الفجر صافي رفعيه دوم المكلة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر